رغم رائحته الملفتة ومظهره الغريب لغير المعتادين عليه فإن الجبن أكان جافا أو طريا مصنوعا من حليب الماعز أو الشا قادر على جذب الصينيين الذين سبق لهم أن اعتمدوا النبيذ هذا هو رهان كبار صانعي الجبن الأوروبيين المشاركين في هونغ كونغ انترناشنال تشيز فاستيفل وهو معرض قدم أكثر من 120 نوعا من الأجبان من نوعية عالية إنه يحمل إلي بذكريات جميلة لقد ذهبت إلى مجغل للأجبان في هولندا في أمستردام وعشقت أجواء المشغل والناس الذين يرون قصصا فيه عن طريقة تصنيعه أكان من حليب البقر أو الماعز وقد عقد صانع الجبن الندوات والمشاغل حول مهنتهم وأنواع الأجبان وغيرها من المواضيع ويحلم منتج الأجبان الأوروبيون بتحقيق ما حققه أصحاب الكروم مع الصين أي تحويل بلد لم يكن يفقه شيئا بالنبيذ إلى أحد أكبر الدول المستهلكة له في العالم